السلام عليكم ورحمة الله أشخباركم البنات كنتمنى أنكم تكونوا بأحسن أحوال يم شاء الله مع فيديو جديد ووصفة جديدة وبسيطة في متناول جميع أكيد لكل كتعجبوا هاد وصفة هذي وهي بطريقة سهلة وبسيطة كنتمنى أنكم تتبعوا معي الفيديو للآخير وكنقوا البنات لأول مرة غير شاهدوا قناتي مرحبا بكم عندي لا تنسوا أنكم تشتركوا عندي في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما جديد القناة وده بغدا ندوز مباشرة لطريقة تحضير غدا نقطع الخضر اللي عندي أنا استعملت هنا الفلفلة ألوان وبالنسبة لكم ما تستعملوا أي خضران تومة كتعجبكم أو لأي نوع عندكم ديالفلفلة ماشي الضروري يكونوا كاملين خطيت جوج حبات ديول بسلة قطعتهم مربعات وكذلك جوج حبات ديول طماطم حتى هم قطعتهم مربعات طريقة بسيطة يعني كل شي مقطعهم مربعات بالنسبة للوحوم أنا استعملت صدر الدجاج تقريبا 250 جرام بالنسبة للتغير يعني اللي ما باشيش استعمل صدر الدجاج يمكن اللي يعاوضوا بحاجة أخرى ماشي مشكل ويمانا بصدر الدجاج كجينيزوينا وده بدست باش نطيب هاد المكونات كاملة اللي قطعت أمامكم خديت مقلة وضعتها على النار وضفت الزيت ضفت الدجاج اللي سبق اللي قطعته أمامكم مربعات كما نقول لكم دائما بالنسبة للدجاج قطعوه بالميدو باش تجيكم تقطيعها زوينا ضفت الباصل مع الدجاج وغادا نزيد عليهم مع القادية الزبدة متوسطة بالنسبة للطريقة ديال يعني باش نسلقوا المعكرونا أو لبات أكيد لكل كهرف الطريقة شوية ديال ملحة وشوية ديال الزيت سوف نسلقوها في هاد الفيديو هادا غير بات نتشارك مع البنات طريقة ديال يعني تحضير سباكيتي أو لبات طريقة اللي ساهلة و بسيطة وكين بزاف ديال الطرق اللي ان شاء الله مازال غن تقاسمها معاكم وضعت الفلافي الألوان اللي كما شاهدتم معايا هادا غير قطع صغارين را ماشي حبت ديال الفلاكبار يعني كل الفلاخ دي تمنى طريف وبالنسبة للطماطم اللي عندو يعني طماطم حجم كبير يدلو غير وحدة انا كانوا عندي حبت ديال طماطم صغارين ترجوج بالنسبة التوابل عندي هنا الكوركم الزنجبيل فلفل أسود فلفل أحمر بودرة والملح هادو هما التوابل اللي راني استعملت وصاف يخلط يعني التوابل مع الخضر زيان وغدا نوريكم بالنسبة يعني الطماطم اللي كنستعمل المركزة كتكون بدون إضافات يعني غدا نوريها لكم دابة هي هادي يعني ما في حتى شي إضافة كتكون زوينة يعني محتى الماداق يكون مختلف كتكونش مرة وصاف يخلط الخضر مع الدجاج بالنسبة لهذا المقطع هذا والدي بكثرة ما كتعجبه سباكيتين عادي يحرك غدا نضيف تقريبا معلقة كبيرة ديال الطماطم المركزة غدا نخلطها مع الخضر وصافي بعد ما خلط الخضر مع الطماطم ضفت تقريبا جوج الكؤوس ديال الماء ومباشرة غدا نضيف من فوق هاد الخليط هادا سباكيتين كيما كتلكم اللي غسلتها بالمبارد باش يحيد من هاداك النشاء اللي تيكون فيها وكيجي هادا هو الطبق كيجي سهل وبسيط والديد أكيد يجبه اليدات الصغار والكبار كذلك بالنسبة للخضر البنات را يمكن لكم تستعملوا اي نوع من الخضرة انا كندخل دائما الخضر يعني في هاد الوصفات هادو بحال مثلا القرعة او الدنجال او مثلا الجزر بزاف ديال انواع ديال الخضر يمكن لي ندخلهم في هاد الوصفة هادي وبنسبة للناس اللي مثلا بغوا يعودوا الدجاج يديروا الكروذات يعني غيره ودجة الكروذات ما نكليكم تلوحو حتى اللي خرف الطياب يعني ماشي في اللول تبدووا تطيبوا فيه لان ركت عرفوا بللي السمك ما كيبغيش الطياب بزاف وكيما نكليكم ذاك شي كيبقى على حسب ضوء وكنتمنى ان البنات هاد الفيديو يكون عجبكم وإلى عجبكم ما تنسونيش ما اللايك وتشجيع ديالكم للقناة والاشتراك في هاي لكنتم ما زال ما اشتركتوش وتشوفوا المحتوى للقناة كنتمنى انه وعجبكم وانتلقوا ان شاء الله فيديو آخر ووصفات أخرى السلام عليكم